تطوير مرفأ ترابلوس كان محور اجتماع عقد في وزارة الأشغال بحضور الوزير يوسف فنيانوس والنائب ديمة جمالي ومستشار رئيس الحكومة فادي فواز ومستشار رئيس الحكومة لشؤون الشمال عبدالغاني كبارة إضافة إلى عدد من الفعاليات الاجتماع بحث في الاستراتيجية الموضوعة لمستقبل المرفأ غدا إقرار لجنة شؤون الخارجية والمختربين قانون القرد المقدم من البنك الإسلامي بقيمة 86 مليون دولار أمريكي لتطويره الهم المشترك طبعا هو مرفأ ترابلوس إن شاء الله كما تلاحظوا هذا التطور اللي عم بيصير فيه عم نفكر أفكار جديدة اليوم ما تروحها مش بس توسعة والاستفادي من القروض اللي مقدمة لها أم نفكر بما يمكن أن يكون عليه دور مرفأ ترابلوس إن شاء الله بالخطط الاستراتيجية اللي عم ترسم له تركيز على مرفأ ترابلوس وإعادة تأهيل وتوسيع المرفأ نحط خطة استراتيجية ورؤية للمستقبل وإن شاء الله بدنا نكفي مسابرين على هالمشروع لحتى ينجح لأنه منعرف أدي أهمية مرفأ ترابلوس كمرفأ حيوي يعينه عشكل المدينة ومن المتوقع تجيير القرد للعمل على تطبيق رؤية المرفأ الذكي من خلال تطوير البنى التحتية له وإعادة ترتيب المساحات الداخلية وتنظيمها وصولا إلى تخفيض فوارق الوقت بين عملية التفريق وإعادة التحميل والتسفير ومن المنتظر أيضا إنشاء بردات تخزين الفاكهة الجبلية تسهل عملية تصديرها مع الحفاظ عليها لأكبر فترة ممكنة ليتحول المرفأ من خلال تنفيذ هذه المشاريع إلى العمل ضمن معادلة أساسية تعتمد على السرعة والكفاءة والجودة